مدينة فاس غنية على التعريف مدينة فاس مدينة عريقة لأنك تكون غير كتجول وسط المدن ديال فاس والأحياء ديالها ووسط الأزيقة ديالها كتشم واحد الروحانية كتشم واحد الاحساس غريب كتعيش وما تعيش واش في مدينة فاس غا تعيش وفي مدينة فاس مدينة فاس هي مدينة عصيقة المغرب يعني كامل كيعرف مدينة فاس اللي هي كتجمع يعني واحد المدينة صغيرة ولكن هي واحد مغرب كبير مدينة فاس اللي هي المدينة اللي انباتقت منها التقافة المغربية والعرس المغربي اللي هي التقاليد ديالها بقت محافظة على الان في حين انك تلقى مناطق خورة في المغرب دائما كتحافظ على التورة دياله ولكن دائما كتلقى ان الطابع التوراتي يعني داخل فيه الطابع الفاسي بشحل هادي كان زواج ديال ما بين العراس والعراسات يكون زواج ما بين العائلات ولا ما بين الصحاب يعني الاب العراسات يعرف صاحبه عنده ولده تقوله انا بغيت ولدي البنتك يعني تكون زواج ما بين الناس الكبار مرحبا يعني البنت تقدر تجوش براجه وهي ما عارفهاش والولد يقدر يتجوش بالبنت وهو ما عارفهاش ماشي بحل هذا الجيل دياله الوقت هذتي كنت عارف ما بعدياتهم كينا العراسة اللي تيشوفها راجلها ويتشوفو تنهى الخطوبة إلا كانت الخطوبة مالما كانش خطوبة راجح حالدي كانت العراسة تيشوفها راجلها تنهى بدخول ما تعرفش يا كده يراوه ما تعرفوش موسيقى العرس تيكون تراضي تراضي ما بين العرسة والعرس أولا ثم تراضي ما بين العائلتين يعني كيت تراضوا مع بعضياتهم وكيت تولمون الخير يوالالله راح نجيناكم طالبين راغبين في المعصونا بنتكم لالله شيماء لولدنا سدي عبد الكريم وان شاء الله يكونوا لديهم السعادة ويكملوا كل شيء على خير إن شاء الله مدينة فاس يعني من ناحية الطريقة للتزوج في الخطوبة كي يكون واحد تعارف إحنا عدنا واحد طابع الديني اللي محافظين عليه كتلقى أنه مثلا في الخطوبة دي البنت ولا دي الإبن ولا هذي يعني كتلقى إما كان تعارف ما بين العائلات فلان كيعرفوا فلانا ولا هذي يعني كتلقى أن البادرة يعني ما كتكونش مختلفة فسواء أن الأم خطبت البنتها ولا الأب خطب الإبن دياله كي يكون واحد ما بين الأقارب ما بين ناس كيعرفوهم يعني كيبقوا محافظين على ذلك طابع الديني موسيقى العريس غير يشوفوا في دار العروسة كي يدي له واحد يفاسح في الخطبة اللي يفعلها قلتي هدية احنا كيعيط لنا العريس كي تجيوا عنده الدار كنفرحوا معاه بما تجمعوا الناس دياله وهلو وتجمعوا مع الناس اللي غير يفرحوا به موسيقى تنمشيوا في دار العريس تنخدموا معه في داره تنشطوا معه في داره بما تجمعوا أحبابه دار العروسة كي يخرجوا استقبلوا دار العريس بالتمر والحليب وكي يستقبلوا دار العريس بالمورب موسيقى ما لي كان مصلوح دار العريس كي تقلب لي ريتم كي نسميه وحنا كنقولوا تحاضر والتام ديالنا كنسميه تحاضر وتنضون عشقوا للعروسة والعريس تنجينا أحباب العريس تقولوا لي نمر حباق نتيني واحلوا الباب ألا لا 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 ديري له حسابه مولاي السلطان جي هادلي له فجنبه حبابه تنجدوا العروسة وطريح الحاجة والدى المليح تكيت تسمى وتعاشق تنعشقوا عليهم موسيقى والعريس الفاسي هو من أقدم الحضارات والأم الفاسيين هاللي كتخلق عندها البنيتة ديالها كتبدا من ديك ساعة كتوجدها الشورى ديالها في مكان شي طرزر فيع أو شي توبر فيع أو هذا كتبدا تشدو كتتخبعو الشنطة حتى كتتكبل البنيتة وديك ساعة كتبدا تدور تاني عند الخياطات بجميع شكال اللي فيما سمعتش خياطة مزيانة ولا هادا كتتمشي لها كتوجد لها من اللي كيجيها لخاطب ديالها أو الجوج ديالها كتكون على الأقل ومجداد نادك شي كي تطلب وقت طويل العروس الأقرب الناس لها ولا الناس اللي يمكن أنه يوكبها يعني فهد العور شوش كل يزلال الهم ديالها ويعني كتكون واحد ضغوط كتكون واحد أمور على العروس اللي كتخليها أنها ترتابك بعض الشئ لأن الحياة ديالها غتتتغير فربما اللي كيخلي أنه واللي دازموا واحد مرحلة قبل منا هي الأم ديالها الأم شي حاجة كبيرة عند الله لأن الأم هي كل شي في الحياة الأم هي اللي تتوقف جنب ديال بنتها هي اللي تتتقادلها المسائل ديالها كلها ديال الزواج ديالها ديال دارها الجهيز ديالها الباسي ديالها عندك شي تحتاج العروسها بكل لسي الأم لا نكررش اللي يكون عندك شي تورتان تيرفع نزيد نكمل لهم بالبيسات ديالها بالنسبة للخياطة إلا بغتي شي حاجات الفرع الناس كيخصهم يمسوا كاللي بالعام كاللي بست شهور كاللي بتلت شهور على حسب إلا بغتي شي حاجة رفعة كتطلب الوقتين التنبيت ومن خلال الخدمة ديال المعلم بحال تزيري ودبانا بحال الخدمة ديال شي حاجة ديال المبوق أو شي حاجة ديال هذا كتطلب الوقت بزاف بحال سفيفا كيمكنك تدفعها على شهرين أو تلت شهور ماشي مشكل هذا هتحزم لها بنتي هذا مسألة أنا هامة عندي أن العروسة تكون خارجة بلباس ديالها في مستوى عالي ويكون الحضارين كينتبهوا لدك الشكل ديال العروسة وتكون متميزة بقدام الحضارين وتكون الشكلها والطابع ديالها خاص بها هي اللي عدي تكون قدام الناس كاملين هذا هو الهدف ديالي أنا بالنسبة للعروسة لأن عندي حب أنني نقضي العروسة ونعطيها الشكل ديالها اللي هي خصا تكون أجبتك أبنتي أجبتك أبنتي أجبتك أبنتي أيها مصابي إن شاء الله دابا عنقروا إن شاء الله في طريقة ديال الخدمة ديالها لأن الناس باك الله من عمرها ومشرجها أنا من بغيش نديك شي خدمة كثيرة في البياسة الفوقانية اللي عادي نديك عنديك خدمة جوينة فيها بسدد ديال هذا اللي هو إوني والشي الأخور عادي نخليها خدمة خفيفة إن شاء الله كتجين المرحلة تانية بعد الخياطة هو أنها مثلاً كتتأخذ ذلك اللي يعني اللبسات اللي وجدات وذلك الشي فأنها كتدير واحد الوقت المعنى القافة على أساس أنه يعني كتتخسار لها ذوك ليزاكسي سوار اللي غايجوه مع دوك اللبسات اللي خيطات القافة على التانية تتنصح العروسة لأن الأم ديال العروسة تتعرف مش ما تتعرفش تباك الله تعرفو تباك الله تعالي مامون لأنه عندهم جربة في الحياة تتعرفوا بأن البنت ديالهم مش نتخصها لبس ديالها تتمشي عند الخياطة المسائل شو تتعنيه ولكن كان القافة عندها أو تانية عندها بزر دجاريب يعني عند هذه العروسة هالي تتخذ بنا ديال العروسة وهذه العروسة وهذه العروسة يعني عندها تجاريب نختار واحد تبير مش ندخلها فيه اليوم كونش ولا بالرونديفو كتعيد في التليفون وكتاخذ الرونديفو ديالها وكتجي هل المعلمة الكافة وكتشوف كتقسم معها وكتشوف بعض الآضات ديالها واش خاوية ولا عامرة ثم كتبدأت نقصق معها كان العروسة اللي كتجيب الباسيها كلوحدة والقودرة ديالها كتجيب الباسيها تتخذوهم من عند المعلمة الكافة حتى هي كتكون بالباسيها جبتلي لزاكسسوار هذا كوي ارى هذا بالزاف ديال الأمهات ديال العريسة تتشاور معا تتشاور معا في اللباس ديالها بحال ده بتقدر شكيتوب نكتوب خص العروسة تكتب لي لبسة ما يكونش الناس لابسينهم يكونش مخلط بزاف تتشاور معاها بزاف المسائي تقدر ما معاكفاش خياطة تقدر تتنصحها على خياطة هكيف تقدر لها ديال لبسة وكينا العوثاني العلمة الكافة التي تكون عندها الباس ديالها يعني العرصة مستحتك تلك الباسي ولكن من الأحسن العريسات يكون عندهم الباس دياله لأنها تتكون لبسها العرصة ديالها بحديثة مشي لبسها هذة العرصة وهذة العرصة دانك النكافة مهمة عكس كل سن نكافة هاي العماريا كارتي كندانيرا غاجيك مع ناتوني ديرك كيه كارتي اوسي كين هدلمودان دانك وكين دوتر مودان هاد داخل devient constant. في عام Myria vive كنت العماريا. كانت عوصة kilovadora اكترين عام قادر أو 30 غير عام. العماريا لم تكنن العوصة کی devercen Juani. لم تكنن العوصة اليوم تأتي出来. sözc przed them was aLukおお kilovadora persons لم تكننظر أنها كان كالحجزة والحلقة كانت أط Reading XX!!! ح posed sinatiyas . ما كانت؟ ما كانت؟ ما كانت؟ ما كانت؟ ما كانت؟ ما كانت؟ كانت عندهم هي القبّة القبّة تدعوها هالوزان، يعني اللي شريفة تدخل في القبّة حالياً كي يعرف أنه قصول تاجع واحد نقافه دات مواصفات يعني على حساب الطاقة ديل كل إنسان يعني كل واحد على حساب الطاقة دياله بالنسبة للعمريات، كان عمليات للعود، كان عمليات الفضاء كان عمليات ديالنطع، يعني نطع وصلوا تخدسوا، ناسي التقليدي زي ما عند جميع نقافات يكون عمليات نطع إما بيضاي، إما كارتي، إما دوري على حساب العمليات ديالعوتاني ديالنطع، شعر ديك أنت يكون السمبز يعني نطع مخدمي، بنطع دابعوتاني ديالعلي تحسينات هو ذاك ليشواروفسكي يعني تنبات كيف تجد الوقت ديالالامودي ديالالباسي ديتنبات ترجعت العمليات فهي تنبات، منبتت بشواروفسكي، ولا بلي بشكل بحل ديالشوكات، ديالشواروفسكي، منبتتين، هذا هو اللي ديالالوقط ديالدابع، وليوالدك اللي كان إلي كان حالا ديالما دبعوتين أرجاء إنسان للسامب العماريات كانوا بالنسبة للحجم ديالهم مش حال عديد ديال ميتر وعشرة ميتر وعدبكت العماريات رجعت ديرهم كبار منخوين يعني كل عام تتبدل الأشكال ديال العماريات يعني عام على عام تتشوف حاجة ضخرة جديدة والعماريات اللي كاينة تكاين الفضاء كاين دنطاع كاين بلاي بيرلاج بالجوهر نبتين موسيقى ومبين هاد المراحل فدبا ولت واحد يعني هادوك محلات خصوصي بوحدهم يعني ديال الطيافر اللي هما كيلتاج قوليهم تالعروس كتشوف يعني يعني شنو دلعام شنو خارج فيه شنو كيل الجديد واش بنطاع واش عادي واش بنحاس واش بنحاس بيض ولا صفار ولا بنطاع يعني متروز اش من النوع الجديد اللي يقدروا يديروا فيه هذك الدفوع ديالهم نرى لكم الميادي اللي عندنا نرى ديال اللي عود والنحاس هنعنا هدو اللي كارتي كنسميهم اللي كارتيي بيانسو اللي بوغس ديال حنا تقليدين ولا اللي بوتيساك هنبزاف ديال اشكال بزاف ديالكو هاتش كله تقليدي هادكي تسمى مانطاع عادو ديال الفضاء من قوشين عندنا الميدة اللي اللي غدي يكون فيها اللي كاراف ديال وحداد الحليب وحداد الزهر بلوس جبانة بلدية ديال المسكا والعود عندي الطيفور الثالث تنديروا فيها اللي بوغس ديال الحنا واللي كجعنا تنزيدو من العوائد ديالنا دابا وما الشوكولات الشوكولات كتكون ميدة مزينة بيان ديكوري بالشوكولات وميدة فيها الطمر حيث ولا بتاعنا الطمر كيمشي في فاتحة ديالنا بزايد عليه هادش اللي تخنى جديد اللي نوغا اللي فروي غلاسي دي فروي كونفي موسيقى بالأمور اللي المحل اللي تتاجوا لي ديال محل ديال الدهب يعني كتلقى إما العروس والأم ديالها والعريس يعني كي يجيوا يعني باش كتكون يعني كتكون على حسب القدرة الشرائية ديال الانسان المنحن ، العائلوية ، مع تقديم أغطاء. سمسر في مستقبط، عملية سمسل. كان بقبل ، مع أو يكسلها . أي ، نسلت المنازل المنصر في حدوث يكون من اجناء العديد وعادة الأشخد من مجرد في طبيعات ومتعبئة. وهكذا يدع المرؤية وهكذا يحاولك ويقصدنا من المجانب المعرفة ومن المالون وهناكو من المرؤية ومن الملكين هم من الملتجاج وسألتنا قائحة طبقة يقدرون بما كانت تنتظر السنة كي جوا مثلاً كيعطوها من العروس للعروس هذه زائد مثلاً هذه الحيلة اللي كتتاخد هي فربما كتكون المسائل اللي هي كتكون عندهم قديمة كي جوا عندنا العرسة المغاربة يعني وخصاً مدينة فاس بالخصوص يعني كتلقى أنهم يعني ناس دواقين لواحد درجة واحد المستوى عالم لأن تصدوق المغربي يخشل المراحل اللي ولا بعدها كي يكون تخيتور كل شي كي يوفروه وكل شي عندهم كتلقى مدار أو قاعة مصاوبين هانا دياب المنصة بليك اللي غاج دياله بكل شي دياله كتسبت خيطوك هم حيد لك ديك الحمل كله الحمدلله اللي تريتور يعني إلا ما كانش مواكب يعني هاد التطور يعني ما يقدرش إذا ما يلبي جميع الرغابة ديالعرسة المغاربة موسيقى موسيقى من كي يجيو عندك مثلا العرسة كي بغي يشوف يعني شنو والنوع ديال المطريال اللي عندك ليناب وده بف الكارتي فيعني المتروزين يعني ليناب هادا وليش كي لي يعني الطوابل اللي هوا مثلا جاج اللي كي لي ميروار الصونطر ديالالورد كي يكون بحل كواريوم كي يكون أنواع خراه من ناحية الوحد الورد اللي هو كي بغوه يعني واحد الورد اللي هو يعني النظرة ديالو يعني كت توحيي لك بوحد الشيء اللي هنال الورد يعني سادابو والات انه والات فيه وير هو بوحدو والات انه بمدرازة موسيقى 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 حيال جميعاً ديال العصم بعد كيعطاو العرابة يعنيو كيفدو كيساليو كسبقا الحمام الحمام ما كتصوبو لهاي مماها مبدأ حتى تمامو من كل شي يعني بمشير بيلو من القراقب باشكت دخول الحمام بالمحرمة ديال الحمام بالفوطة بجميع شكل ديالو الحمام يعني ما نقولوش مبقاش كين على حسب الناس كين اللي عندو ذاك العدد الحمام واقدة يعني الحمام بالعروسة خصوله بدي يديرو يعني بعد اللي يديرو تما بين أخوتها وبنات خالتها وصحاباتها يعني نقريب الحمام إما كتديرو لهاي مماها وكتكريه على حسب كل واحد اللي ميسور واللي منتوسط وكل واحده هو وكتمشي العروسة للحمام كتدخل كتلقى الموالي الحمام بتطبيل وكيلي كيديل هواريات كيلي كيديل جوقد العيالات لحسب الإمكانيات بالنسبة للحنة والتقبيب ديال العروسة حيت كينتقبيب تنديرو في الدار واللول قبل ما مشو الحمام حيت في الدار تنديرو بحل دبعت انها بطول عروسة بقفطان بلدي يعني بحل القفاطة اللي كانوا زمان ديال بهجاء أو ديال الخريب يعني كيرت يديرو في الحنة ديال العروسة وكيرت يديرو في تقبيب على حسب القفاطة اللي يكالية ديالهم كان هاتشي قديما ضروري العروسة من الحمام التقليدي كتوجي تحتم صابو البلدي يحتم الغاس ولكي يتصاو بعليد بالعشب والعطر دياله ومن الحنة كتكون تهي مصوبة اللي يدوم قادة وكتخلط بزهارو بالورد حتى هي كتمشي لهذا اللي عند العروسة للحمام تنبطو العروسة تنجيقو القندير تحت الكرسي تنجيقو طيفو ديال الحنة ديال العروسة تيكون طيفو في غسل ورد في الحنة وراق ستنذكو بالنسبة لهذا ديال الحمام وتنجيقو الزفا مخلطة ديال العروسة تيقول لك المزوارة يعني المزوارة هي لتتديق الفال ديال الحنة ديال العروسة المزوارة ستديقش المرأة اللي مم جوجها هي راجل اللول يعني مم عودة سفيان الزجواج هي لتتقابل العروسة اسليم الله ونتمشي للعروسة للحمام تدخل معها العويطقات تنجيقو الأتقبيب ديال زمان تدخل الحمام عودة لديك الحنة تنقلة في الحمها ونتم تنقل العروسة ابخي تنقوبوها يعني إحنا قاعدة ديال اللي هلفت تنقوبها بحل تنقوب سبعة ديال السطولة ديال العروسة يعني سبعة البريمات ومت أنت تكون خاجة للعروسة يعني كل بريمات تنقبلها من هطاسة هذا هو التقابل ديال شحي الهاتي تدخلوا واحد مرة منهم تحكي لها و تفركي لها و يعني هذي تقاليد مغربية و من بعد قد تسمى هذيك المحرمة تخرج عامل هذي كشار تكون ديجة طارزة هلا يمها أو تسلفوه لما كانتش عندها الإمكانيات كين لحباب كيعطوهش بحد بالعروسة اللي كتكون درويشة أو يتيمة أو هذيك يعطوه و يسلفوه لها الحباب كتتعمل هذيك مشي تارش كتتعمل ديجة المحرمة و ديكشيوا برفواطة دياله هي باش كتخرج حتى كتمشي لدارهم عاد كيلقاهم وجدين لها عود نقافة و ديكشي القفطة اللي غات تلبس و ديكشي اللي غات تصوب أي عرس دخلة ديال العروسة في حل اللي قلتي هي الصنتر في حل دابال ماتش ديال الكورة ممكنش بدأهم مديرش تحط الكورة في الوسط كتدير الصنتر الدخلة ديال العروسة هي الصنتر كتدخول ما كتدخلش على رجلها كتدخول مهزوزة بالعمارية و ديال العروسة مالي كانت نزل في الطنوبيل ديالا غدا تدخل القاعة كانت نتقابلوها و نتكروه النس ديال عيسا و رفع مينياتشي كانت نتكروه و تكتلع في نوج ديالا في الامارية ديالا دبا هون عرمان كانوا الناس يأخذوا لهوت سيزان كانوا عنده الارز كانوا قوت هاتشي قبل و دبا حاليا هون الارز دابا لاديران تطلاني كانوا قاموا عن الكامل كانوا في جنوية و في فغية و في مارس كانوا قوتوا لعم كله هوا دبا دخلة ديال دخلة فاسية كرجعوا للعرس الفاسي هوا دك الذكر تيكون فيه الذكر ديالله سبحانه وتعالى و تكون فيه تنصليه يكون تصليه عن النبي ووادي فاتحة خير على الارزة هوا دخلة ديالله هوا دخلوا هون هوا دخلوا عند الحلق هوا دخلوا عند الحلق هوا دخلوا ألف يهنية هوا دخلوا هوا دخلوا في عروسة اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة